هل معنى ان انت تخسر بطولة معناها ان انت فريق وحش فريق سيء قد تكون عندك اخطاء عندما حدش مفيش كرة لعيب كرة في الدنيا او مفيش فريق كرة في الدنيا عندما عندوش اخطاء لكن مش معنى ان انا اخسر بطولة ان انا فريق وحش او ان انا عندي سكواد مش كويس او ان تبدأ حملات التشكيك قلت لحضراتكم قبل مباراة سانداونز وافتكروا الكلام اللي انا دايما بتكلم فيه مع حضراتكم قلت لكم قبل مباراة سانداونز ان مع اي تعثر في اي مباراة هتلاقي حملات التشكيك هدفها الضرب في النادي الاهلي وفي لعبة النادي الاهلي هدفها تعمل وقيعة ما بين جمهور النادي الاهلي وما بين اللاعبين بين الجمهور والادارة وده فيلم شفناه كتير قبل كده وبالمناسبة يجب ان نفرق انا بقول هنا ايه حملات التشكيك وليس الانتقاد الانتقاد جمهور النادي الاهلي زعلانه وينتقد اللاعبين هم حرين جمهور النادي الاهلي ينتقد زي ما هو عايز ويعمل اللي هو عايزه لان الجمهور ده وبالمناسبة ومحمد الشناوي قال هذا الكلام انه لما الجمهور ينتقدك ما ينفعش تكلم تسكت تسكت لان الجمهور ده هو اللي بيحطك في سبع سامة وهو اللي بيعليك فعندما ينتقد الجمهور الفريق الكل بيسكت لغاية لما تصالح الجمهور الجمهور بيتصالح ازاي بمباراة مباراة ان انت تكسب وتؤدي بشكل جيد المباراة القادمة ان انت تكسب تؤدي بشكل جيد ولكن هنا انا بتكلم عن حمالات التشكيك اللي بعض البرامج بتسخر اوقاتها لبحث الوضع داخل النادي الاهلي وكأن الدنيا انتهت ولكن الحقيقة والواقع الدنيا ما تهدتش ولا في شيء يستدعي هذا الاسلوب عايز تنتقد اداء فريق انت حر واعمل اللي انت عايزه بطولة جديدة دخلناها وصلنا لنصف النهائي بنلاعب فريق جيد وصادفنا سوق حز غريب جدا طيب هنا هرجع مع حضراتكم كام يوم قبل ماتش المقاولين لمباراة سانداونز هل في حد فينا كاهلوية عنده شك ان انت عندك واحد من افضل الفرق او من افضل المجموعات اللي موجودة في افريقيا يعني مجموعة الاسكواد بتاعك من افضل المجموعات اللي موجودة في افريقيا هل حد فينا يشكك في ان احنا الشوت الاولاني كنا نقدر نكسب في مباراة سانداونز انا هنا بتكلم عن مباراة سانداونز كنا نقدر نكسب اتنين وثلاثة واربعة ولكن يشاء الظروف ويشاء الحظ ويشاء الشوت التاني ان احنا ما نقدرش نكسب ونخرج من هذه البطولة على الرغم من ان كان هناك تركيز كبير على الفوز في هذه البطولة وده كان واضح في الشوت الاولاني طب نعمل ايه؟ طب لو كنا كسبنا كنا حنقفل الباب وانتهى الموضوع وكسبنا حتى لو كنا كسبنا البطولة كنا حنكسب البطولة ونقفل ونبص في اللي جاي عشان كده انا بقول لحضراتكم من النهاردة او من يومها كان لازم نقفل الموضوع لان عندنا ماتش المقاولين ربنا كرمنا وكسبنا الماتش اللي جاي ان شاء الله يوم الاربع ربنا يكرمنا السعر بعد دور ربنا يكرمنا ونكسب عندنا لسه خمس بطولات في الموسم بنلعب عليهم فاتفاجئ ببرامج بتتكلم عن محمد الشناوي وعلي معلول ومودست حتى كريم الدبيس اللي لسه بيقولي هادي كلام اسمه السم في العسل بس خلي بقى لحضراتكم جمهور الاهل واعي قوي 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 اللي انتو بتعملوه ولا يتأثر بمثل هذا الكلام ده الوقت اللي جمهور النادي الاهلي دايما بيكون فيه حق تصد لفريقه لانه ده اللي تعودنا دايما من جمهور النادي الاهلي الدعم والمسندة ليه جميع اللاعبين جميع اللاعبين احنا مش بتقع تقييم لقطة ولا حساب بالقطعة احنا دايما نادي الاهلي بيحاسب في نهاية الموسم وده مش معناه ان احنا معندناش اخطاء وان احنا كويسين لا اطلاقا او معناه مثلا ان احنا مش حنصلح الاخطاء اللي عندنا بالعكس انت ماشي طول الموسم لو لقيت اخطاء بتحاول تتدركها هو ده النادي الاهلي كان عندي ماتش الاربع اتحط ماتش السبت عندك ماتش الاربع كان سانداون السبت المقاولين الاربع سيراميكا كيلوباترا وبعدين يوم السبت المباراة اخرى من المباراة المؤجلة للنادي الاهلي تقريبا البلدية على ما اتذكر فانت بتلعب في اسبوع او في ست ايام ثلاث ماتشات احنا لانه حاسب احد بالقطعة عندنا بطولات حننفس عليها كلها احنا لسه بطل افريقيا ورايحين كاس العالم الشهر اللي جاي السيناريو دلوقتي اصبح محفوظة يعني لبعض البرامج هيطلع يقولك اصل مودست اصل معلول اصل الشناوي ويحاول بقى يخليك تفقد الثقة في لعبتك كجمهور وبعدين يبتدي يضرب في اللعيبة علشان يفقدوا الثقة في انفسهم خلي بالحضراتكم ده مستحيل يحصل مستحيل ان لعبت النادي الاهلي الكبار كل اللعيبة اللي احنا بتتكلم عنها دي عندهم اي حد بلعب في النادي الاهلي هو لاعب كبير وعنده شخصية شخصية النادي الاهلي اللي بيستمدوها منين؟ من جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي حيفضل دائما بوعيه ودعمه اكبر واول حق تصدد اي محاولات للتشكيك والتشتيت وليس للانتقاد من حق اي حد ينتقد احنا عندنا زي ما قلتلكم الاربع سانداونز الحد او السبت لعبنا المقولين الاربع هنلعب سيراميكا السبت اعتقد هنلعب مع الجونة مع الجونة في الجونة مش مع البلدية مع الجونة في الجونة وبالتالي احنا عندنا مباريات قريبة جدا من بعض وورا بعض بعد كده اجندة دولية وبعد كده تلجع تلعب مباريات باقيات المباريات اللي عندك في بطولات اخرى وبالتالي انت طالع من هنا دوري الكاس لأفريقيا لدوري سوبر للنخبة للدوري الأبطال عملت ليس خسرنا بتلتين تمام عندنا بعض الأخطاء بنتكلم فيها ولكن نقفل بقى الموضوع ده تماما ونبتدي نفكر في مباراة يوم اللاربع مباراة سيراميكا نهار ده الحد عندي الاتنين والتلاتة وحلعب الاربع على طول دايما ومهور النادي الأهلي هو اللي بيبقى واقف سند ودعم لنا في كل شيء